شنو ذنبو هذا بلاءب؟ طفل بعد ورحبو خلاتو يمشي شنو ذنبو هذا بلاءب؟ شنو ذنب آني أم؟ هذا زوجته شنو ذنبه؟ بهذه الكلمات المؤثرة يطالب ذو ضحايا المخبر السري بالكشف عن مصير أبنائهم المعتقلين منذ أكثر من خمس سنوات خاصة إن أغلبهم يعيشون ظروفا صعبة للغاية في ظل فقد معيلهم لترتفع الأصوات من جديد لعادة النظر بقضاياهم بالنسبة للمخبر السري الريدة الدولة تتعامل بالقصاص العادل تأخذ حقنا من عدهم ويبينون ولدنا بكل طريق والناشد الحكومة بكل وسيلة وهل الغيرة وهل الشرف يجبون ولدنا ويدلونا بس نريد أن نندلهم سنوات عديدة وما زال المصير مجهول لضحايا المخبر السري نساء ترملت وأطفال يتموا وأمهات ثكلن بأبنائهن دون أي تحرك حكومي جاد للنظر في قضايا المعتقلين الأبرياء ليجدد ذو ضحايا المخبر السري دعواتهم لعادة محاكمة المعتقلين بالوشاية الكيدية لفرز المذنب عن البريء ويلاتنا يعني ما تدلونا عليهم ليش هم مراحة وراحوا على الحكومة ليش بغداد يعني طريقة دوعيش ليش هالعالم مراحة وردت ليش بسم ما ما ردوا هالسع نفتهم مثلا نفر علي شكوه اخذ العلي شكوه احنا هم ما يفيدنا المنظيف دزوا ويلاتنا دلونا عليهم قلونا مثلا بسجن محكومين راضين ريد بس نندلهم ريد بس نعرفهم غين ليش لحد دلان خمس سنين ست سنين جاءنا خبر قالوا ما بين دمعة طفل وعوز امرأة ينتظر ذو ضحايا المخبر السري اعادة فتح هذا الملف الذي راح ضحيته الآلاف عسى ان تحدث انفراجة تتبعها لقاء من طال انتظاره